مساء الخير وأهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار حلقتنا النهاردة يمكن حلقة هنعرف فيها معلومات كتيرة جدا عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في أكتر من دولة وبأكتر من طريقة بعضها يمكن أنا استغربته شوية بس هي الحقيقة كلها عادات كويسة الفقرة التانية بقى هتكون معانا مشاكل كتير قوي تخص السوشيال ميديا وتخص التجارب على السوشيال ميديا وده اللي احنا هنعرفه من زميلي في الحلقة دي الفقرة الأولى هيكون معايا مروة وصمر وهما اللي هيكلمون عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في دول العربية أما بالفقرة التانية هيكون معايا حسام ونهى تعالوا بسرعة نطلع أفاصل ونرجع علشان نبدأ أول فقرة مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكل مشاهدين ومتابعين كلام كبار في البداية كل عام وانتوا دايما بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف النهاردة هنعرف بعض مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بعض الدول العربية فقبل من ابتدي الفقرة أحب أقول زميلي سمر مساء الخير عليك يا سمر وكل عام وانتوا بخير مساء الخير عليك يا مروة ومساء الخير على كل مشاهدين ومساء الخير وكل سنة وحضراتكو طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير النهاردة هنتكلم عن بعض مظاهر الاحتفال في بعض الدول العربية والطقوس اللي بتبقى مختلفة سواء في مصر أو برا مصر زي مثلا النهاردة معنا دولة زي السودان السودان بيجيبوا فيها أرض فضية وبيخصصوها للاحتفال بالمولد النبوي وبيعملوا خيم والخيم دي بتكون كل خيمة فيها حاجة مختلفة عن التانية زي مثلا خيمة بتبقى فيها موسيقى عسكرية وخيمة كمان بتبقى فيها أنشيط دينية وتوشيح وأدعية وحاجات في متح الرسول وخيمة كمان بتبقى فيها قراءة قرآن وحاجات خاصة بالابتهالات والحاجات الدينية وكمان بيحبوا يعملوا فتة بيجيبوا من ضمن الأكلات اللي بيحتفلوا بيها في المولد الفتة وبيفضل الاحتفال لتاني يوم وبيصلوا الصبح لحد تاني يوم بيشتروا بقى الصبح حلويات وحاجات للأطفال ومن أكتر الحاجات اللي بيجيبوها في الحلويات هي السمسمية وبيقدموا كمان مع الفتة مشروب كاركاديب معرفش إيه علاقة الكاركاديب الفتة الكاركاديب الفتة بس هي دي طريقتهم وهو ده احتفالهم أما ليبيا برغم الأحداث الكتيرة اللي موجودة في ليبيا لكن الليبيين بيحرصوا جدا على الاحتفال دايما بالمولد النبوي بتنظيم مسيرات وإقامة شوادر لقراءة القرآن والابتهالات الدينية وفي نهاية اليوم بيوزعوا حلوة علشان دايما لازم اليوم ده يكون مرتبط بحاجة حلوة خصوصا للأطفال أما الأردن فبيهتموا جدا بتزيين المساجد في اليوم ده وإضاءتها بألوان مبهجة والناس كمان بتتصارع جدا في اليوم ده إنهم يقدموا أعمال الخير وإطعام الفقراء والمساكين وصلة الأرحام وبرضو في نهاية اليوم بيقدموا حلوة ومن أشهر الحلويات اللي بتتقدم في اليوم ده في الأردن هي المشبك وكمان تونس بيعملوا حاجة كده بمزاج قوي يعني بيحتفلوا بطريقة خاصة بيهم وتقوص خاصة بيهم هم بيجيبوا بخور والبخور ده بيكون نوع فاخر جدا وبيكون رحته نفاذة ولازم كل البيوت تولع بخور لإني عشان يحسوا بريحة الشوارع حلوة وريحة البيوت كمان بتكون حلوة وبيجمعوا ألاف الناس من جميع عنحاء تونس عشان هم يعني محتقدين أو هم بيعتبروا أن هم مدينة عقبة دي أول منارة للإسلام فأول منارة في الإسلام فبيعتبروا الموضوع عندهم بحاجة خاصة وبياخدوا طابع خاص لهم هم وكمان بيعملوا أكل زي العصيدة بأنواعها وكمان بيأجلوا أي كتب كتاب أو أي مناسبة سعيدة أو أي حفلة بيأجلوا لأنهم يحتفلوا به في يوم مولد النبوي المغرب بقى بتحتفل بالمولد النبوي بشكل خاص جدا ما بيعتبروش يوم واحد لا بيحتفلوا بملد النبي لمدة أسبوع كمان بيعتبروا عيد زي عيد الأطحى وعيد الفطر بيحرصوا أن هم يجيبوا لبس للأطفال خلال الأسبوع ده كله بيكون فيه طول الوقت عزايم للأسر الأسر الكبيرة كلها بتتجمع في البيت الكبير بيعملوا أكل طبعا الأكلات المغربية المشهورة جدا بتتعامل كلها خلال الأسبوع ده بيبقى الأسبوع كله احتفالات أما في نهاية الأسبوع بيجيبوا فرق في الكلورية تراثية المشهورة جدا برضو بالطابع المغربي بتغني وبتقول توشيح دينية ومتحف الرسول ودي حاجة من الحاجات الحلوة جدا أنهم بيحتفلوا لمدة أسبوع مش بس يوم واحد مصر بقى طبعا من أشهر الدول اللي بتحتفل بالمولد النبوي والتقوص المصرية تقوص مختلفة عن كل الدول العربية خصوصا أن احنا اخترعنا حاجة جديدة للمولد النبي وهي عروسة المولد وحصان المولد والشوادر اللي بتبقى موجودة في كل الشوارع الحلوة المولد المشهورة جدا بيها مصر هنعرف من سمر حكاية عروسة المولد طبعا مصر مشهورة جدا بالاحتفال بالمولد النبوي وهي أول الدول اللي احتفلت بالمولد النبوي وكلنا عارفين ان شوارع مصر في اليوم ده بيبقى عامل ازاي والشوادر والسوان والحاجات دي كلها عما عروسة المولد دي بقى فبدايتها كانت في العصر الفاطمي وكان في الحاكم بأمر الله في عهد الحاكم بأمر الله كان بيحتفل باليوم ده هو وزوجته كان بيخرج هو وزوجته للناس وبيحتفلوا باليوم ده لان هو بيبقى يوم مميز عندهم كان الزوجته بتبقى لبسة لبسة حلوة جدا وبتبقى متزينة بشكل جميل وكان بتلبس فستان أبيض ناصع البيض وكان بتلبس تاج من اليسمين فكانت بتطلع للناس بشكل فأزها أشكالها وأحلى أشكالها فكان الناس بينبهروا بيها وبيحبوا الطالة بتاعتهم فبدأ من هنا يعملوا عروسة المولد وفكروا ان هم يصنعوا عروسة المولد من السكر يعني رمز لزوجة الحاكم بأمر الله وبعد كده يطوروا الموضوع وحبوا ان هم يعملوا جنب العروسة حصان رمز الشهامة ورجولة الحاكم بأمر الله فبقى حصان وعروسة والموضوع بقى تطور من العروسة الحلاوة إلى العروسة البلاستيك اللي احنا بنشوفها واتطورت الأحداث واتطور العروسة وبقت عروسة المولد وحصان المولد فعلا المصريين اخترعوا عروسة المولد كمان علشان هي من السكر فخلوها يعني فيها مكس بين ان هي عروسة وبين ان هي ممكن كمان تتاكل فالناس تفضل فكرة حلوة المولد بحاجة حلوة كمان مع تطور زي ما سمر قالت لقينا أشكال كتير جدا دلوقتي من عرائس المولد لكن ده يعني الوقت قريب كنا لسه بنحتفل بعروسة المولد اللي بالسكر لكن مع دخول التكنولوجيا لقينا العروسة البلاستيك العروسة اللي بتغني العروسة كمان اللي بتتحرك لكن احنا كل ما نفتكر عروسة المولد أو حلوة المولد ما بيجيش في بالنا غير عروسة المولد الأديمة اللي بالسكر اللي متزينة بالورق المفضد والورق اللي فيه ألوان زهية بحث ان هي أكتر بتكون مبهجة عن العروسة البلاستيك وكمان كانوا زمان في الوقت ده عروسة المولد مميزة جدا لان هم كانوا في الوقت ده كان بيخصصوا جزء الجواز والحاجات المناسبات السعيدة يعني لو اي حد عايز يتجاوز لازم يتجاوز في يوم مولد النبي لان بيعتبروا كل العريس بتبقى في اليوم ده مبهجة فيعني حتى كمان العريس بيبقى مصممين جدا ان هو يجيب عروسة للعروسة ولازم تكون بشكل مختلف وشكلها حلو وكانوا من الانواع الهداية والحلوة واحتفال كمان بالمولد مع زوجته أو مع خطبته وده كان امر مهم زمان والحد الوقت لازم الخطيب يجيب لخطبته عروسة المولد وإلا يعني ما يعديش عليه جوازة يعني فعلا بقت طورت عروسة المولد من ان هي رمزة للاحتفال وهي ما زالت رمزة للاحتفال لكن كمان بتبقى بقت حاليا رمزة للمحبة والهدايا بين الخطاب وبين المتجاوزين كمان ما فيش مانع عن الاب يجيب لبنته عروسة الأخ يجيب لأخته عروسة فهي حاجة من الحاجات المبهجة جدا اللي بتخلينا دايما فاكرين المولد النبوي بحاجة حلوة وحاجة مبهجة يا رب دايما كل أعيادنا وكل مناسباتنا تكون فيها فرحة وفيها سعادة وكده تكون خلصت فاكرتنا أتمنى تكون عجبتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وهتفضل حلاوي الزمان عروسة وحصان استنوا فاكرتنا استنوا الفاكرة الجاية بعد الفاصل شكرا